السلام عليكم كديرين لا بس عليكم كنت منك كاملين تكونوا بخير وعلى خير هناك كما كتلاحظة دي نشارك معكم الشباكية رحنا رمضان ما بقى لهوال والأبواب اللي يدخلوا علينا بصحة وبلهنا وبالرزق ولا فاقدين ولا مفقودين يا رب دي نشارك معكم البناس هات الشباكية هدي سهلة طريقة تشباك ديالها كي جي سهل بزاف وكي جي مع الكاوشار بالعسل وهشيشة بزاف بلاد ليك بلا تمارا هناك كما كتلاحظو اول حاجة هدي نبدو بيها هي دقيقة انا شديت واحد القصرية غربلت فيها جوش كيلو نتع دقيق ودي نحط لكم طبيعة الحال المقادير نتع نصف كيلو وكذلك كيلو والبنات المبتدئات يلا هلي بدو كي تعلموا كان فضل انه كنت بدو غير بنصف كيلو باش ما تحصلوش في الشباكية هنا واحد الكاس نتعلمة مروبي نيدرت فيه واحد الضعفران وخليت هكا تدوب فيه ديك الساعات هدي نفوت نخدم باقي المقادير جوش كيلو نتع دقيق ضفت ليها جوش معالق كبارين نتع حبات حلوة والنافع اللي كنت منقياهم وطحنتهم زيان وغربلتهم باش ما كيبقوش فيهم دوك الحبيبات الغلاث اللي قطعوا لي اضفتهم لها الدقيق هذا او لطحين وضفت كذلك واحد القبيسة انتع الملح هي قيمت واحد نصف ملعقة صغيرة انتع الملحة نضيف هنا كاس واربع انتع الزبدة التي تكون مذوبة تكون حتى ترجع نوازات يعني مذوبة البنات حتى ترجع قهوية ما كيبقاش فيها ذاك المديالها شوفوا ذاك الحليب ديلها او invalidها ما كيبقاش فيها كتشربوا وديروا الزبدة اي نوعك اي نوع nhân تفضله ديروا المارغارين او الحيوانية وديروا انتع البواطة اللي جاتكم قريبة لكم وسهلة لكم خدموا بها قطعو نضيف كاس واربع كذلك انتع زيت الزيتون او اللي زيت الرومية اللي عندكم موجود inherent فهم وهذه نفس المداق ونفس الطريقة كل كيلو يأخذ لنا كاس لاروب منتع الزيس و كاس لاروب منتع الزبدة وهنا انا راني ديرجوش كيلو منتع دقيق يعني خاصني نضاعف المقادير هذي نبس بس هاد العجينة هذي مزيان مزيان حتى تلبس كل شي هاد الحبيبات منتع الدقيق يتلبسوا بالزبدة و هاد الزيس هذي باش كتجينا العجينة او لشبك يدي انا كتجيه شيشا هذا هو الدور اننا نبس بسوها باش كتجيناه شيشا ضغية كالدب في الفم وفي اليد هنا كما كتلاحظة دي نبدأ معاكم بالموع السالة هي اللولة ودينا نرجع معاكم العصائر رادي نخدم معاكم المملاحات المهم وكل شي ان شاء الله ادي نخدموه معاكم في هذي الايام هذي اللي قبل رمضان شحال هذي غبرت عليكم شحال هذي ما حطيت لكم شي فيديو البنات ولكن ان شاء الله دائما هذي المقا نحط نشارك معاكم فيديوهات الخاصة بش هيوات نتعى رمضان هنا اه من بعد ما بس بس هذي الدقيقة هذي مزيان ادي نضيف ديك الماء ادي نحطوه في كاسرونة باش هذي ندفيه شي شوية اه لاش تطور باش ندفيوها البنات باش ما تكططش لنا ديك الزبدة ما تديرش لنا حبيبات يلا درنا دك شي بارد نضيفناها له هذي الزبدة اللي نبس بسين بها الدقيق را هذي يرجع لنا ديك الزبدة كلها حبيبات ودي نحصلو فيها دروري ما كتدفيوها هنه الدقيق هذي نضيف لي واحد صاشين تاع خميرات الحلويات واحد درس معالقة صغيرة كما كتلاحظو انتع خميرات العجين ما نكتروشها البنات لك كتر نهار هذي تخمر لنا الشبكية وذي تضيع لنا غراس معالقة صغيرة هنا كاسرونة البنات درت فيها هذيك الكاس متاع الماء وضفت لي هذيك كاس الماء اللي ديرا فيه هذيك كنور متاع الزعفران ولكن عندكم الزعفران احسن كتضيفوه انا ما كانش عندي كنضيف كداليك واحد كاس اللاروب متاع الخل يعني كل كيلو كنديرو فيها هربع كاس متاع الخل وضي نضيف قرعة متاع نسف لتر متاع ماء الزهر المهم كان قنع جل العجين وذيك الساعات الى خصكم الماء الى بقات باقة خصها اه كيبقى لكم دقيق باقي خصوا الماء كنضيفو الماء ماشي مشكل ماشي بالضالونين زيدو ما ظهر هنا انا كنت نسيت القرفة كنت يلا هضحنتها البنات وكنت نسيتها احتل الخرعة تفكرتها انا درت هنا يا معلقة ونص صغيرة انتع الخل انتع القرفة او اللي ديرو معلقة كبيرة اللي عجبكم صافي كان خلط كل شي هنا كما كتلاحضو انا هاد الكمية هادي مزاتني اش انتع مازهار وولدك الماء اللي ضفت حيتاش راح عندي شوش كيلو نتع دقيق اما بالنسبة مني كديرو كيلو رها كتجي هاد الكمية مضبوطة مع كيلو نتع دقيق انا هنا دي نضيف غير ما مروا بني ادي ندفيه شي شوية ودي نكمل به جميع انتع العجين هنا انا هاد القصرية هادي جاتني وخاها كاك صغيرة بالنسبة لهاتجوش كيلو دي نحطها انا فوق سطح العمل هنا يا ودي ندلكها ادي نجمعها ماشي دي ندلكها غير بما نجمعها وصافي ما كنحتاجوش اننا ندلكوها غير هي العجينة البنات فاش نجمعوها تكون قاسحة شي شوية ما تكونش جارية بزاف حيتاش فاش كنحطوها بحالها كنبغقا ونخدمو فيها ايما حدها كترتاح وهي العجينة كتطلق راسها من الاحسن من اللول نديروها قاسحة باش كتجينة تشكيل نديروها كتراي отделليج عجينة سهلة بشكلو الشباكية كتSecنا واقفة كت 이용 علي البنات فهم كتح بي شكلها وهي كتبتions عليها بجمعها كتربية ويبتهم birے majindesaa UCSS hybrid نخدمها شكل مباشر يبدوها الكتابات ل DW un at its results نخت traditionally يقوم ب시면عات خضافة جميع الاحسن من entertaining تجمعها مربع تجعب لنا شبكة تجمع لنا العسل تبويقة هذا العجينة كاملة كما تلاحظوا كانت كبيرة وصغيرة تجمع لنا عجينة كبيرة تجمع لنا العجينة كاملة ونبدأ بأول وحدة نطلق فيها هنا نطلق بحلقة كبيرة ونزوزها في الوراقة الوراقة ضرورية لا تزوجها حيث الشيحة مهمة ونعمل بحلقة الشبكة ونعمل بحلقة الرزيزة تنفع كثيرا ونطلق العجينة من الأحسن تجمعها بربعة فريال ونسبقها لكم سنين و سنين لا تزوجها ونضربها صافي هنا يد البنات كانت تجمعها في الوراقة كما قلت لكم فيما قبل الأخيرة يعني ذيك اللي تكون الرقيقة قاع فيها كنطلقها ذيك النمرة اللي قبل منها باش نفهمكم حيتاش النماري كتكون من وراقة الوراقة كيكونوا مختلفين كيكونوا يبديا من واحد لسبعة هي العكس المهم أنا قلت لكم الرقيقة قاع اللي كتكون قبل منها هي اللي كنطلق فيها العجينة بحلقة صافي وكن بدأ نورقها هي بالجرارة اللي عندكم خدموها بالجرارة واللي تخدموها بهذه أنا هذي جاتني ساهلة وعملية لبنات كنحيدلي هذيك اللي يديها لها حيش فاش كنخدمها باليد راها ما كت ما كتطلق ليش ذيك الزوقة يعني ضروري خاصني نعود بالجرارة أما مني كنديرها بحل هكا كنحيدلي هذيك اللي يديها لها وكننبركع ليها بيدي يعني فاش كنزير عليها بيديها كتخرج زوقة مقادة كتخرج مقطعة شبكية كاملة متراسية ما كنشقاش عاود نولي نقطعها بالجرارة صافي كلاقي بحل هكا البنات كما كتلاحظوه أنا كندير خمسات الشرطات شارية المهمة هذي كتكون فيها خمسات الشرطات إذا درتوها بالجرارة ديروا فيها خمسات الشريطات بايش كتجيكم الشبكية بحل هتشكي لهذا أنا شريت كينا البنات ذيك الموين الصغيرة وانا شريت هذي الكبيرة اللي كتكون كبيرة باش كتجيني شبكية كبيرة براشي شوية وكتجي المهمة انتم أخذوا القياس اللي أعجبكم أنا هذي خديت هذي الكبيرة هذي وجاتني شبكية هي هذي يعني ذاك الشكل اللي كنبغيه كتكون شبكية ما كبيرة ما صغيرة هذك وش كلي جاني فيها المهم صافي كنبقى كندير بحل هكا البنات كنتني كنهز وحده وكنحط وحده ودوك التاليين كما كتلاحظو كنقرصهم مع بعضياتهم باش كتتنيها تشكيل هذا وكنولي كنحطها بحل هكا فوقها البوطاجي وكنوقف لها ذوك الوديناس ذوك الجنيبات اللي كيكونوا معيلين كنوقفهم باش كتجي شبكية واقفة وذيك الوريدة كتكون في الوسط أنا عاود معاكم هذي الحبيبة هذي كنهز وحده وكنحط وحده كنهز هذي كنحطها فوق هذيك وكنهوض الاخرى وهالتالية هذي كما كتلاحظو كنديرها ما بين صبعية بحل هكا وكنقرصها صافي وكندخلها بحل هكا الداخل ودوك الجنيبات حتى كنحطها فوق البوطاجي بحل هكا وكنوقفهم وكنجبد لها بحل هكا مع الجناب كنجبدها ضروري باش كتجي ديك الوريدة كتجي واقفة من الداخل وكتجي عاطية المنادر هنا كما كتشوفوا البنات هذي البلايسة هذيها هي كنقول لكم شي بلاسة خاصكم تزيروا حتيش هذي البلاسة في التالي هنا ما حكمتهاش مزيان فاش كتقوا تخدموه بهذا الشرار هذي تزير بيدك باش كتقطع مزيان كتجي كلها الشبكية متراسية ما كننشقاوش نولي وعاود نقطعوها صافي كنمشي بهذا الطريقة هذي رأى أسهل من هالبنات ما كايين أنا كتجيني هذي ساهلة رأى تعرفوا هذي الشبكة فوقها المهارة من اللي كنتوقع لها كنقرف في الثامنة ولا السابعة يعني رأى سنين مقبل ما نجوج ورأة أنا كنديرها غير من اللعام للعام يعني ماشي كنديرها قديمة كنديرها يمن اللعام للعام وراها شبكة فاش كدخلك العقلك صافي يعني وخا من اللعام للعام يكتبديك تشبكي رأى كي ترجعي بديك تديك رايات يعني رأى ساهلة صافاش كنمقى كنحيي ذا البنات هذي الجوانيم كنحاول انني العجينة ما نلبزهاش كنمقى كنديري بحالها كترف وقترف باش هكا كتجيني من جاعبه من الداخل حما لم نحن أحضر بهم نحن أحضر باستخaval ووقت هذه القطعة خار marshmallow أحضر بيكت Nature كنديرها كلها الشبكية بحال بحال يحضر بها مشي كأن أحضر بها كلها من اللعاية نشرب لا önce مذهبات لأن نظهر لكن تلزجعي بوايط وكتجي حبة كبيرة على حبة صغيرة على حبة مهم ما كيجوش مقادن إلا تاخدوا شي مرشم صراحة اللي كيجوكون شي مقادن وكل شي شباكية بحل بحال أنا كنزيد نوريكم للبناس شوفوا راساه لكن ناخدوا ديكتاليا مهم كنهزو وحدا نحط وحدا نهزو وحدا نحط وحدا نحط وحدا ديكتاليا اللي أخران هي اللي كنلاقي والرويس مع الرويس صافي وكنحطوها فق سطح العمل كنوقفو لها دوكلودينات وصافي كنجبدوها بحلها كاملوس باش كتسقد لي هذيك الورضة هنا كما كتلاحظو أنا هنا العجينة كندير لها هكا بزاف كمية كبيرة وكنغطاها بواحد البلاستيك وكنبقا كنخدم كنقلس باش كتجيني الخدمة سهلة وكنبقا كنخدم هنا العجينة البناتي لكن عندكم قاسحة را كتديرو لها بحل هكا أما لفتوا جريتوها را هتديروا بحل هكا العجينة را هكونوا أكيدين أن هذي تلصق لكم وحدا على وحدا أنا كنخدم بها الطريقة نعمر طبصيل وكنخدموه وعاد كنرجع عود نخدم العجينة الأخرى هكا كتجيني سهلة طريقة تبا كتبا . ثم بعد المثالي تشبكية والشرح والي تسلي في البنات ما اشترها في بلتواز كي يكونوا سواني وفي البناط وكنبقا كنعمرهم كنت��اد لي الشرح والي تحديد وكتبا بلها ديك الساعات كنتقلها كتبا بشي تسلي الشبر للشرح والي تحديد خلاصة العجينة هي هي الشبر للشبر بالونية كنتم بتحديد فتحدي الإنسانات كاملة لديك الساعات عود قادرة قبلها هذه هي الكمية اللي اعطاتني تبارك الله ما شاء الله جوش كيلو انت على دقيق مش حال خرجت لي انت على الشباكية انا هنا كندرتها كثيرا حجة بغيت نصفت العائلة المهم كل شي ضوقتهم هنا يا كل شي كنت ضوقتهم كل شي عطيتهم شوية يضوقوا وخاصة راح فيها تمارا ولكن انا عزيز علي تمارا كنبقا كنقلب عليها فين وفين عزيز علي انني نشم ريحت شباكية ريحت سلو ريحت المهم ذاك شي كام انت على رمضان انا عزيز علي انني نديرو في الطار ونحس بالجو انت على رمضان هاد الشي اللي بغيت نوصل لكم الابناء كانتمنى انكم تفهموا الفكرة هاد انتو مكن ما كنت شوفوا الشباكية مني كان ساليها كلها شوفوا كده الشكل ديالها كجي مقاد دمتي ولا وحدة بحل اختها كان ساليها كلها مباشرة ديك الساعات كان بقا كنقلي فيها كان بدأ بأول لا تخدمتها كان بدأ كنقلي فيها هنا الشباكية وخاك نحط وحدة فوق وحدة كما كتلاحظو كنحط بقا فوق تبقارها ما كتخسر ما تشيحها حيث الشباكية واقفة وشد دراسها مشي العجينة جارية اللي نخاف منها صافي كان ندير هنا كمية مهم منتع الزيت في المقلا وكان بدأ كنقلي الشباكية البنات في الأول كتجهدوا عليها كي كتبدا كتنفخ صافي كتنقصوا عليها رهيض غيض 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 كتحمر ما كتاخدش معانا الوقت بزاف والعسل كان كنو خادمينو على جنب العسل را كنخدموه بلي لا قبل البنات باش كتعرفوا العسل وصدق معاكم ملا ما صدقش معاكم طريقة العسل للبنات انا را هني خادمة ديجا خادمة معاكم العسل كنخدموه سنين وسنين وما كان بدلوه حتى بشي طريقة اخرى المهم ديجا نحطوه لكم صندوق الوصف اللي بغيتوا تتفرجوا فيه وتخدموه وحتى الشباكي نحط لكم شكل اخر إلا بغيتوا تديروها بلات شباك بلات شباك بلات شباكة هدي وتيكة جيزوينة ادي نحطوه لكم صندوق الوصف ورجعوا ليهم تفرجوا فيهم صافي هنا انا العسل راها البنات بارد ما كان سخنش العسل اعتش شباكي يرها سخونة صافي كان مقنج معا جوش قليات بحل ه نحطوه بحل هكا في العسل حتى كي نبغي نخرج المقلات الثالثة عاد كنحيط ذاك الشباكية كنحطوها في الكسكاست السقطار وهنا الكمية اللي درت انا يا هاد الشباكية هدي اللي ازاتني راها جوش قوال بنتع السكر يالله باش كيزيكم في هاد الكمية منيك تكتروه شباكية بزاف اما منيك تديرو غير كيلو نتع شباكية كيلو نتع دقيق راها قال بنتع السكر كافي كوم و هنا دائما فاش نكونو نخدموه البنات آآ الفرشيط اللي نكونو نخدمو بها كنقليو بها ماشي هي اللي ندخلوها في العسل آآ دائما لعسل نديروه شبيكة ديالو بوحده واللي كنقليو بيها نديروها بوحدها باش هكا العسل مايتخلش لنا مع الزيت كجي شوية الزيت صعيب كتقا كترطق وهنا الشباكية فاش كنطيبوها البنات ما نخليوها شط حمار لنفس الزيت حيس شرها كتكمل آآ الحمورية ديالها في العسل انا هادا هو الشكل او للوي اللي كيعجبني ما كتعجبنيش تكون محمرة بزاف و ما كتعجبنيش او ثانين خليها بيضا صافة دي نمشي انا مع هاد شباكي هادي كاملة بحل هكا كنخليها كتستقطر في الكسكاس و كنبقا كنديرها في ديبواط بحل هكا و كنحتفضوا بها من الاحسن البنات كنفضل انكم الادرتو الشباكي بكمية كبيرة اما لادرتو الى الكمية صغيرة را ماشي مشكل تخليوها خارج تلاجة اما لادرتو كمية كبيرة كنفضل انكم تدلوها في ديبواط صغارين الثامن ما تاكلوه في السيمانة و تدلوهم في الكونجيلاتور كتبقى الشباكية هي هي ما كيخرش من هاداك العسل كيبقى العسل فيها كما يلا طيبتوها في الأول فاش بغيوا تجبدوها ديك الساعات كتجبدو ديك البواطة كتحطوها غير في تلاجة تحت او لا كتحطوها دبرة الحلبير تحطوها على برة و تبقوا كتاكلو فيها ديك السيمانة صافة ديبواطة اخرى صافة انا دي نمشي مع هاد ش شباكية هادي كلها حتى نساليها والحاجة اللي كان ساليها البناس هذا نقاددها و ندير لي هزلجلان ديالها كانت مننا ان الفيديو كنا الاعجاب ديالكم و ما تبخلوش ليها البنات باللايك لطبيعة الحال اعجبكم الفيديو واللي عندها اي تساؤل تكتبو لي في التعاليق و قولوا لي يجازكم هاد شباكية كيبال لون ديالها واشتنتوا ماذا هو الوون المفضل عندكم ولا كتعجبكم محمرة بزاف ولا كتعجبكم بيضاء المهم ان هذا هو اللون اللي كييحمقني انتها الشباكية لما كانتش بحال هكا صراحة ما كتشهيني حيث يكون هاد لي وين هذا باش كتشهيني انا بعد المساليه هالبنات بقيت كان نرشع لها بحال هكا زلجلان من طبيعة الحال منين نديروا زلجلان في هاد المرحلة هادي يكون محمر اما في اللول كيما قلت ليكم ما يكونش محمر حيتاش الشباكية كتقلا وكيتحمر في وسط الشباكية المهم انتم كيما كتشوفوا ادوش شكل ديالها النهائي انا را اعطتني هاد القصرية هادي مد من أجل أن ننصر جميله و من أجل أن نعرف في حلقة ستفتها نعملات قد تفضلات وتفضلات حملت مبنية جميلة ما بغيتش نقطف هاد اللحظة هادي بغيت نخليها باش نوريها لها هاد اللقطة هادي باش نوريها لها وهنا دي نشارك معاكم في فيديو جاي ان شاء الله هاد البريوات هادو اللي خدمتهم كي يجيوا معلقين وباش تحفظوا عليهم مقرمشين مدة طويلة وجيكم معلقين من الداخل كنتمنى ان الفيديونا الاعجاب ديالكم نخليكم في امان الله وحفظه وإلى اللقاء